فالحد أو العمرة إذا أصاب الغطاء الذي تضعه المرأة على وجهها كي أمن الوجه أو الأمر هل يؤثر ذلك على حجها أو عمرتها وهل يلزمها سيء؟ لا هذا الغطاء واجب عن المرأة المحرمة إذا مر بها الرجال الذين ليسوا من محارينها في قول يوم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كلما عن نبيه صلى الله عليه وسلم محرمات إذا مر بنا الرقتان فجلت إحبانا قمارها من على رأسها على وجهها فإذا جاوزونا فستفناه ولو لامس الغطاء وجهها أو أنفها ألا حرج عليها في ذلك لأنها لم تؤمر براس الغطاء عن وجهها وعن أنفها وإنما هذا من التكلف الذي ما أنقر الله به من سلطان تغطي وجهها ولو لامس الغطاء وجهها ولا حرج عليها في ذلك إنما الممنوع عليها أن تغطي وجهها بالبرقة أو النقاط هذا هو الممنوع؟ أما تغطيته بخمار أو سيلة أو طرف التوب هذا أمر واجب عند الرجال ولا بأس بمواسته لوجهها جزاكم الله خيرا وأحسن عليكم